قال مصدر رفيع المستوى أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى سفقة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين إلى هذا أكد رئيس الهيئة العمل للاستعلمات ديار رشوان رفض مصر القاطع إعطاء شرعية للوجود الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وأكد رشوان أن مصر رفضت علانية وسترفض تعاون مع جيش الاحتلال وإعطاءه شرعية لاحتلال رفح الفلسطينية مضيفا أن الفصائل الفلسطينية تمنت الموقف المصري برفض إدخال الشاحنات عبر المعبر ليسلمه الجيش الإسرائيلي وأوضح رشوان أن الموجة العضوانية الإسرائيلية الواسعة والغير مسبوقة هي التي خلخلت الأوضاع في المنطقة موضحا أن مصر تتخوف على المنطقة وتتحسب لهذه الموجة العضوانية الكبيرة من قبل إسرائيل